السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في التسحيح تامرين صفحة رقم 76 من كتاب المفيد في العلوم الفيزيائية نبدأ برائز الأنشطاء الشمس هل هي منبع ضوئي أولي أم منبع ضوئي ثانوي أو مستقبل ضوئي؟ قلنا المنبع الضوئي الأولي هو الذي ينتج الضوء من تلقاء نفسه هو الذي يعطينا الضوء المنبع الضوئي الثانوي لا ينتج الضوء إنما فقط يعكس الضوء الذي يصل إليه المنبع الضوئي هو الذي يتأثر بالضوء يطرأ عليه تغيير عند تعرضه للضوء إذن الشمس هي التي تنتج الضوء وبالتالي هي منبع ضوئي أولي العين هل العين منبع ضوئي ثانوي مستقبل ضوئي طبيعي أم مستقبل ضوئي صناعي؟ نعرف بأن العين هي تتأثر بالضوء وبالتالي هي مستقبل ضوئي صناعي أم طبيعي؟ طبعا هي طبيعية مستقبل ضوئي طبيعي وكذلك العين يمكن اعتبرها منبع ضوئي ثانوي لأن العين يمكن رؤيتها وتعكس الضوء إذا كذلك هي منبع ضوئي ثانوي يحول العمود الطاقة الشمسية إلى طاقة هوائية طاقة نموية طاقة كهربائية عندما تكون العمودة الكهربائية الموجودة في الطاقة الشمسية في ألواح الطاقة الشمسية تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية نرى فرشاء لأنها ترسل الضوء إلى العين لأن العين ترسل إليها الضوء لأنها ملونة أولا لا نرى الفراشة لأنها ملونة لأن لو كنا نرى الفراشة لأنها ملونة سوف نرها في الظلام إذن هذا خطأ لأنها ترسل الضوء إلى العين أم لأن العين ترسل الضوء إليها من أين يأتي الضوء؟ يأتي الضوء من منبع ضوئي أولي ثم ينعكس على الجسم الذي نراه ويأتي إلى العين إذن ذلك الجسم هو الذي يرسل الضوء إلى العين إذن لأنها ترسل الضوء إلى العين ما شيء العين هي اللي كيجي منها الضب خامساً شعاع الليزر إذن شعاع الليزر هو دك الشعاع الذي يكون غالباً باللون الأحمر بعض الأحيان كيكون في الألوان مختلفة وكيكون متوازية كيكون على شكل خطط متوازية هذا الشعاع الضوئي هو النوح الطاقة كبيرة إذا دخل إلى عين الإنسان فإنه يشكل خطراً عليها إذن هو خطر على العين هل يشتت الضوء؟ إذن هو لا يشتت الضوء بل على العكس أنه يبقى مستقيمياً هل هو لعب الإضاءة؟ إذن هو ليس لعباً وإنما هو خطر على العين وبالتالي مشي لعباً التمرين الأول في التقوية ضع العلامة في أمام الإثباتات الصحيحة لهب الشمعة منبع ضوء أولي إذن كيف ما عرفنا بإن منبع الضوء أولي هو الذي ينتج الضوء من تلقائي نفسه إذن لهب الشمعة هو منبع أولي تعتبر شاشة السينيما مستقبل الضوء شاشة السينيما هي تعكس الضوء الذي يصل إليها ولا تتأثر بالضوء إذن هي ليست مستقبل الضوء ممكن تغير فيها حتى شي حاجة عندما نقوم بإضاءتها المرآة تنتج الضوء الذي تعكسه إذن المرآة تعكس الضوء لكن هل هي مصدر الضوء؟ لا إذن في الظلام ما تعتنى الضوء وبالتالي هي لا تنتج الضوء إنما فقط تعكس الضوء نرى التفاحة لأنها حمراء اللون التفاحة سواء كانت حمراء أو صفراء أو خضراء أو كيفما كان لونها لا يمكن أن نراها في الضلام وبالتالي لا نراها لأنها لون معين وإنما لأنها تعكس الضوء إنما ليس لأنها حمراء القمر منبع ضوءي ثانوي قلنا بأن القمر يعكس الضوء للشمس وبالتالي هو منبع ضوءي ثانوي ثانيا لاحظ الشكل ثم أزمم الجدول التالي إن هنا لدينا شكل فيهم جمعة من الأجسام وهذه نقل على كل جسم وشو منبع ضوءي أولي أو منبع ضوءي ثانوي هنا لدينا تلفاز تلفاز مشغل عندما يكون التلفاز مشغل هو كيعطينا الضوء وبالتالي هو منبع ضوءي أولي الشمع لدينا هذه الشمع مشتعلة إذن كذلك هي منبع ضوءي أولي مصباح مصباح متوهج كيأطينا الضوء هذا مصباح الزيت هو كذلك القنديل هو مصباح منبع ضوءي أولي لأنه مشغل مصباح يدوي مضاء إذن ذلك منبع ضوءي أولي هذا مصباح النيلون هذا يسمى مصباح النيلون هو كذلك منبع ضوءي أولي لأنه مضاء هنا لدينا أريكا وهذا الفراش يعني أريكا هي منبع ضوئي ثانوي مزهرية منبع ضوئي ثانوي طاولة والمائدة خشبية هي منبع ضوئي ثانوي كذلك الخزانة الخشبية هي كذلك منبع ضوئي ثانوي المنابع الضوئية الأولية التي نفس الصورة هي تلفاز شمعة مصباح نيلون مصباح يدوي والمنابع الضوئية الثانوية هي الطاولة مزهرية أريكا وخزانة خشبية تمرين رقم ثلاثة تعرف ضوء الرمادي هنا لدينا هذه الصورة فيها الشمس فيها هنا هلال الهلال للقمر هذا ضوء رمادي وهنا لدينا كرة أرضية فيها نصف ديالها المقابل للشمس كيكون نهار والنصف الآخر كيكون الليل ما مصدر الضوء الذي يضيع الهلال؟ هذا الهلال ما هو مصدر الضوء الذي يضيعه؟ قلنا أنه يأكس ضوء الشمس وبالتالي مصدر الضوء الذي يضيعه هو الشمس ما مصدر الضوء الذي يضيعه جزء المسمى بالضوء الرمادي؟ إذا هذا الضوء الرمادي من أين يأتي هذا الضوء؟ كاللاحظة هنا أن الأرض هي مقابلة للشمس تعدعها الضوء ثم أن القمر هو مقابل الأرض كذلك وبالتالي هنا هذا الضوء الرمادي من كيجي كيجي من عكاس أشياء الشمس على الأرض إذن المصدر دياله هو الأرض والأرض هي التي تعكس الضوء الشمس إلى القمر كيجينا الضوء من الشمس ثم ينعكس إلى القمر إذن المصدر الضوء الذي يسمى ضوء رمادي هو الأرض وهو مصدر ثانوي مصدر الضوء الذي يضيع الجزء من القمر المسمى بالضوء الرمادي هي الأرض وهو مصدر تانوي رابعا ما التبيانة التي تمثل المصار الصحيح للضوء هنا لدينا تبيانتين هذا الشخص أمامه كأس عصير وفوقه هنا مصباح كذلك نفس الشيء لكن هنا في التبيانة ألف دير أن الضوء ينطلق من المصباح نحو الكأس وضوء كذلك ينطلق من العين نحو الكأس في التبيانة الثانية دير أن الضوء ينطلق من المصباح إلى الكأس ثم ينعكس على العين إذن الضوء نعرف بأن الضوء المصدري له هو المصباح يعني يأتي من المصباح في الشكلين يأتي من المصباح لكن هنا في الشكل ألف الضوء كذلك يأتي من العين هنا الضوء لا يأتي من العين وإنما ينعكس إلى العين من الكأس إلى العين نعرف بأن الضوء المصدر هو ليس هي هو العين بل عنده مصدر أولي له هو المصباح لكي نرى هذا الكأس يجب أن يذهب الضوء من المصباح نحو الكأس ثم أن يرجع إلى العين إذن تبيانا الصحيحة هي التبيانا بق للمصار الصحيح هو بق التبيانا التي تمثل المصار الصحيح للضوء هي التبيانا بق لأن الضوء ينطلق من المصباح نحو الكأس وينعكس على العين ترجمة نانسي قنقر